شهد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع اتفاق بين شركة بايكا الصينية وشركة الكان أوتو لإقامة مصنعا لإنتاج سيارات كهربائية في مصر أشار الوزير إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي والعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغادية لها في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في مجال الصناعة كما رحب الوزير بالتعاون المثمر والبناء بين الشركتين مؤكدا حرص الوزارة على دعمها لهذا المشروع الجديد ليدخل سريعا في طور الإنتاج